قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث إن الدبلوماسية الدولية فشلت في إنهاء صراعات حول العالم بما في ذلك اليمن والذي يشهد حربا مستمرة منذ نحو عشر سنوات وضف جريفث أن اليمن لا يزال يمثل إحدى الأزمات الكبيرة في العالم مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام بها وعرب المسؤول الأممي عن أمانيه بإنهاء الصراع في اليمن مشيرا إلى أن الجهود الرامية لتحقيق ذلك تتراجع حاليا لأن الاهتمام والالتزام باستخدام التفاوض والحوار لإنهاء الصراع لم يعد عنصرا أساسيا في الدبلوماسية الدولية